بسم الله الرحمن الرحيم وكيف انا ممكن حتى اعمل لها الانستول وازبط ايضا عملية الاعدادات بتاعتها على برا الشبكة كيف انا اشوف طبعا الطابعة المناسبة للي كل هذه الامور طبعا عامة ولكن عشان انا اعطيكم اياها من الاخرين ان الطابعات لوحدها تخصص كبير بصراحة وليس بالشكل العادي لا هي تخصص كبير والها طبعا ناس متخصصين فيها ولكن انت كدعم فني لازم تكون فاهم بلو اجزاء بسيطة عن الطابعات علشان طبعا تقدر تتعامل في المشاكل اليومية اللي انت ممكن اتصادفك في الطابعات خلينا نبدأ يا شباب مع بعض اول حاجة عندي في هذه الوحدة بكل ان هنا رح نتعرف طبعا على انواع الطابعات ونشوف كيف طبعا احنا بيتم الدعم بتاعها بالاضافة لذلك طبعا رح نتعرف على البرينتر تايبس انت فيتشارز يعني الطابعات انواعها الفيتشارز كل واحدة منها انا ما مقدر يا شباب ان نعرفكم على كل الطابعات والفيتشارز بتاعتها لان انواع الطابعات لا تعد ولا تخصى والفيتشارز بتاعتها بتتغير من يوم الى اخر ولكن انت بتقدر طبعا تشوف المانيول وال induكيومنتيشن بتاع الطابعات مرة ثانية علشان برجع واخد شباب كلش موثق في ال induكيومنتيشن بتاع الجهاز نفسه ما فيه جهاز بيطلع بدون لكيومنتيشن يا شباب هذا خذوها قاعدة ما فيه جهاز بيطلع بدون لكيومنتيشن يعني انا لما بتجيطني طابعة وما بعرف عنها اي حاجة برب اجيب بس الồng时间 بتاعها بقرأ كله تخلص انا صرت خبير في هذا الطابعة لأن عرفت كل الأشي عنها لأن عرفت كل نقاط الضعف ونقاط القوة بتاعتها فبهذا الشكيل أنت بتقدر طبعا نتلخص مواضيع الطابعات معك بالإضافة إلى ذلك راح طبعا تتعلم كيف نعمل لها شيرينج على الشبكة ونزبط أمورها وتعمل لها منج أول حاجة عندي أنواع الطابعات شباب في عندي أنا طبعا مجموعة من الطابعات ولكن المشهورة أكثر عندي أنا الليزر برينترز والآين كيجيت برينترز وعندي الثيرمال برينترز وفي عندي الثري دي برينترز وفي لسكانرز هدولة طبعا من أشهر الأمور اللي إحنا ممكن نواجهها معانا في عالمنا الحالي أول حاجة تعالوا نتكلم عن لسكانرز اللي هو طبعا إيش شباب الماسح الضوئي الماسح الضوئي هو عبارة عن إيش إحنا جميعنا بنعرف إنه مسح ضوئي آه بس هل إنت بتعرفها بالمصطلح العلمي إنه بيقوم بعملية يعني بيقوم بعملية تحويل الشيء الفيزيكال يعني المستند الفيزيكال إنت لما تجيب ورقة أو تجيب بطاقة هوية أو تجيب جواز صفر هذا يعتبر وإنت بتدخل على الإسكانر وتطلع على شكل مين يا شباب تطلع على شكل إيميجز أو يعني إنت لما تيجب تقرأ عندك على الإسكانر إنت بتتحوله من إلى مين إلى الصورة أو على شكل ديجيتال فورماتس أو على حسب الصيغل أنت بدك إياها بالصورة المستخرجة بعدما أنت طبعا تأخذ من هذه الفيزيكال ديجيكومنتس يا شباب تأخذ منها كوبتشور وتأخذ الكونتنت بتاعها طبعا من الفيزيكال ديجيكومنتس بتنشئ أنت كريات ديجيتال فايل يعني بينتشأ عندك أنت نسخة ديجيتالية بتقدر أنك أنت تخزنها عندك في جهاز الكمبيوتر أو تعمل لإلها إدت آه ركزوا أنت من عظمكم يسوى بالناس بتعمل سكنر بتعمل سكنر وبيسحبها كديجيتال وبيدخل علىها وبيعمل لإلها إدت على الرسام على غيرها أو بتقدر أنك أيضا تشاركها كل هذه وظائف مين السكنر السكنر صبعا يا شباب هو مستخدم معنا في المنازل وفي المكاتب علشان يعمل لي ديجيكومنت مينجمنت لمين لا الإمج بروسسنج وبروبوز يعني جهز لك إياها بالشكل اللي أنت معني فيها فالخلاصة بتاعة السكنر هي عملية شباب تحويل الفيزيكال ديجيكومنتس إلى ديجيتال فورمات إلى وثائق ديجيتالية تمام الآن للليزر برينترز الليزر برينترز يا شباب اللي إحنا أكيد جميعكم بتعرقوها هي من أفضل الطابعات اللي موجودة معنا في العالم صراحة الليزر برينترز هي طابعة يعني مستخدمة بشكل شائع جدا في البزنس وفي الشركات ليش؟ لأنها يا شباب بتتعامل بسرعة عالية بالإضافة إلى ذلك بتستخدم طبعا شعاع الليزر بينقل المسحوق بتاع الحبر على الورق يعني هنا عندك أنت عملية النقل بتتم باستخدام مين؟ باستخدام شعاع الليزر على الورق يعني الحبر ما بيرتشرش لا بينتقل عبر الشعاع بتاع الليزر على الورقة يعني أنت لما بتطلع الورقة من الطابعة بتطلع من الليزر بشكل سريع وبتطلع بشكل دقيق جدا وبجودة عالية جدا ليه؟ لأنها انتقلت عبر الليزر يعني الحبر اللي في الطابعة تم طبعتها على الورقة باستخدام مين؟ باستخدام شعاع الليزر فهذه هي اللي بتميز يا شباب عندي أنا مين؟ طابعة الليزر عن الطابعة العادية اللي بتقوم بعملية رش الحبر على الورقة طبعا الرش بيختلف عن الليزر لأن هنا تتنقل عن طريق الليزر هناك بتقوم بعملية الرش رح نتكلم فيها إن شاء الله طبعا هنا لأنها بتتميز السرعة الطابعة هذي بسرعتها العالية وإخراج طبعا الفونس والتكست بتاعها طبعا بجودة عالية جدا وبكميات كبيرة جدا أيضا من الورق يعني في لحظات ممكن تكون طابعة كمية ورق عديدة ليش؟ لأنه بيطبع لك الورقة يا جماعة زي ما كنت لكم بشعاع الليزر وليس بالرش الرش بتأخذ معاك وقت أما بالليزر لا ما بتأخذ معاك وقت يعني تطبع بسرعة لأن الليزر هو اللي بيكون بعملية الطباعة هذه بالنسبة لطابعة من البرنتر طبعا البرنتر يا شباب طبعا الليزر تصنف كات يعني تصنف كات ديكومنتز أند بروفشنالز برنتنج صراحة يعني هي تصنف يعني المستندات الاحترافية واللي بتحتاج منك كفاءة عالية في عملية طباعتها طبعا الطابعة الليزرية يا شباب من داخلها صراحة معقدة جدا ولكن أنا حبيت بس أن أوضح لكم طبعا كيف يتم شكلها من الداخل زي ما أنتم شايفينها في جواها طبعا في منها صراحة عدة مكونات زي ما انتوا شايفينها في داخلها بروسسينج في داخلها في داخلها عدة مكونات زي ما انتوا شايفينها امامنا صراحة الطابعة الليزرية يا شباب الها ناس متخصصة فيها فقط لغير علشان يفهموا الطابعة الليزرية كيف شغالها وكيف يعمل لها الصيانة وهذا طبعا الخرطوش يا شباب بتاع الحبر هذا طبعا بيتغير كل فترة وفترة ممكن يتغير كل بعد يعني ألف وخمسمائة ورقة تقريباً أو ألفين ورقة على حسب طبعاً المانيول أو القايد اللي بيدلني عليه من القايد بتاع الليزر برينترز طبعاً هذا أو هو نفسه يا شباب حتى بيكون مكتوب عليه كم بيخدم معاك يعني كم ورقة بيطبع معاك لأن هذا عبارة عن الخرطوش بتاعها في عندي أنا الطابعة يا شباب اللي بتقوم بطباعة طبعاً الورق ولكن بالرش يعني هنا أنا هذه الطابعة يا شباب الطابعة التقليدية هذه تستخدم طبعاً في المكاتب والمنازل الصغيرة وهي ما بتخدم معاك في الشركات الكبيرة ليه؟ لأن هنا بتقوم بعملية رش الحبر على الورق بأثناء عملية الطباعة بعض الأوقات بتحس إن الورق يا شباب عندك الحبر مش مطبوع 100% على الورق اللي لأنها بيكون عندك البخاخات اللي بتكون موجودة في هذا الطابعة تلفت أو محتاجة إلى تغيير أو محتاجة إلى تنظيف فهذه بتفرق معاك برضو في عملية الطباعة فهنا ما بتعطيكك ولتي عالي 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 مثل اللي بتعطيك هي طابعة الليزر برينتر صراحة لأن هذا الطبعة هي عبارة عن بخاخات بتقوم بعملية الرش وطبعا هنا يا شباب الحبر بتاعها أو العبوات بتاعتها لشان طبعا تكون انت بعملية تغييرها كل فترة زمنية معينة لاحظوا هنا يا شباب برضو عندي أنا الثيرمل برينترز الثيرمل برينترز يا شباب طبعا هذه بتكون بعملية كريات إميج يعني في منها نوعين صراحة في منها الدايريكت الثيرمل وفي عندها الثيرمل ترانسفر فيها دولة يا شباب مستخدمات أكثر شي عندك بالمطاعم ومستخدمات معاك بالمحال وبالسهور ماركتات أكثر شي هذه مسؤولة عن عبارة طباعة الفواتير أكثر شي يا شباب ففي فرق بين هذور الثنتين صراحة في وحدة هنا يعني هذي أفضل من هذي ليلة إنه أنا بيعطيك طبعا لحد معين من الإيمجز بيطبع لك إياه بينما هذي طبعا تطبع معاك بلاك ووايت ملوان هانا بتطبع معاك مثلا لون واحد بس ما بتطبع لكل لونين فصراحة هذول مستخدمين برضو في الأعمال التجارية أكثر في عندنا أيضا يا شباب الثري دي برينترز الثري دي برينترز من أجمل الطابعات اللي أنت ممكن تشوفها لأنها بتخلق عندك كائن تمام كائن يا شباب نموذجي ما كان موجود تخيلوا إن الثري دي برينترز بس صراحة مكلفة جدا بتنشئ لك كائن حي تمام أنت بتشوفها عندك على عرض الواقع بتنشئة تمام باستخدام برنامج معين أنت بتطبع هذا الكائن أنت بترسم الكائن اللي بدك إياه ومن ثم هذه الطابعة بترسم لك إياه بالضبط وبتطبع لك إياه وإنت بتصير إنك قادر على عملية اللمس بتاعها أكبر دليل على هذا الموضوع يا شباب الألعاب الألعاب هذي كيف صنعت صنعت بطابعة ثري دي لما هم يتبني تطبع لك إياه يعني بتشوف لعبة قيمة غالية مثلا سعرها مثلا بتوصل مثلا 100 دولار أو 200 دولار هذي الألعاب اللي بتكون في النماذج محطوطة طبعا في المعارض هذي بتكون مطبوعة بالثري دي برينترز فالثري دي برينترز إلها برامج معينة وإلها إلها طبعا تكنيك معين ينشغل فيه في عندنا يا شباب هنا عملية التولز أو عملية الانترفيس وطبعا لإنستولين شيرينج مانيجينج برينترز إحنا رح نوخط طبعا كيف أنت تعمل الانستول والشير والمانيج برينترز للطابعات بتاعتك أول حاجة يا شباب الطابعات بدي منكم تكونوا عارفين إنت لما بتجي بتعرفها على طول بتنزل التعريف بتاعها في الدفايس مانيجر من ثم بينزل عندك في الدفايس أند برينترز يعني بينزل عندك يا شباب في هذه القائمة أي طابعة أنت بتنزلها سكانر حتى الكيبورد والموس الوايرلس كل حاجة بتنزل عندك وين في الدفايس أند برينترز إحنا رح نشوف كيف نعمل ونعمل شيرينج ونعمل منيجينج لبرينترز أول حاجة علشان نعمل لوكل أو نتورك برينتر أنت علشان طبعا توظف الشبكة بتاعتك تخدم على البرينتر بتاعتك طبعا تخدم على الشبكة أنت بحاجة بس فقط لبرينتر وحدة وتكون هذه البرينتر يا شباب متصلة في الشبكة بغض النظر من خلال USB أو من خلال واي فاي أو من خلال بلوتوث أو من خلال حتى الوايرد كابل أنا بس بهمني إنك أنت توصل إياها في الشبكة بعد ذلك في بروتوكول اسمه SMB هو اللي بيتولى عملية طبعا الكميونيكيشن ما بين الكلاينت والطابعة اللي إحنا رح نتعرف عنها فيما بعد فأنت عندك عدة وسائل يا إما أنت داريكتلي من الكمبيوتر إلى الـ USB من ثم بتسوي شيرينج تمام من الكمبيوتر نفسه بتعمل شيرينج أو بتوصل الطابعة نفسها يا شباب بواسطة البلوتوث أو بواسطة الواي فاي أو باستخدام طبعا الـ Ethernet port مثل ما هو موجود معنا في الشكل التالي وهذه الشبكة زي ما أنتو شايفين طبعا متوصلة معايا بهذا الشكل طبعا هذه طابعة متوصلة معايا دايركتلي باستخدام USB وهذه الطابعة متوصلة معايا على الشبكة لاحظوا معايا يا شباب الـ USB بلغ أنت طبعا عشان توصلها بتحتاج إلى كابل USB تمام عشان توصلها طبعا معاك دايركتلي أما إذا كانت معاك هذه الطابعة بدك توصلها أنت على الـ local area network أنت مش بحاجة لكابل USB أنت بحاجة إلى كابل شبكة علشان تحطها معاك بالـ switch بعد ذلك بتقدر طبعا إنك توصلها يا شباب هذي بالنسبة للـ plug USB خلصنا منها أما بالنسبة للـ Ethernet plug هنا بتقدر طبعا أنت يا إما توصلها بالـ wall jack اللي إحنا تعرفنا عليه في المحاضرة الفاتت أو بالـ switch على طول أو بالـ router بعدها بتعمل الـ install the printer اللي هو the driver بتاع الطابعة علشان تتعرف معاك هذه الطابعة بإعداداتها وتصير عندك القدرة على أنك أنت تعمل منج لهذه الطابعة خلوا بالكم إن معظم الطابعات يا شباب بينزل التعريف بتاعها automaticly كيف بينزل automaticly هذه في المحاضرة العملية تبعات التطبيق والـ lab راح برجيكم طبعا كيف تعملوا منج وتعملوا إدارة وتعملوا التعريفات هذه كل هذه الطابعات إن شاء الله باستخدام يا شباب عندي أيضا الـ wired و الـ wireless printer connections تقدر إنك طبعا كما قلت لكم تستخدموها باستخدام البلوتوث أو باستخدام الـ Wi-Fi infrastructure فهذا الخيار بيعود لإلك على حسب الشبكة اللي أنت طبعا شغال عليها هنا عملية شباب مين الـ installing local or network printer راحوا معايا دخلنا على الـ device manager اعملنا طبعا الـ update للـ drivers ضروري أو بتنزل السوفتوير بتاع الـ printer علشان تقدر إنت يا شباب تتعامل مع هذه الـ printer خلوا باكهم لازم أنا علشان أتعامل مع الـ printer لازم ينزل السوفتوير علشان أنا أقدر أعمل منجي منت أما إذا أنت ما نزلت السوفتوير ما بتقدر تعمل منجي طبعا أنا كيف بدي أعرف الـ printer كيف الناس تتعرف على الـ printer طبعا هل السؤال بطرح نفسه يا شباب أنا لو الـ printer بتاعت بدي أعرفها على الشبكة هل لازم أنا أروح على جهاز جهاز وخط التعريف بتاعها أكيد لا أنت بتعرف الطابعة على سيرفر والسيرفر هو اللي بيعمل شيرينج لكل الكلاينت عنده على الطابعة يعني تمام شو بحاجة أنك أنت تعمل لكل جهاز إنستول السوفتوير بتاع الطابعة والسوفتوير يا شباب طبعا بيدعم 32 و 64 ومعظم الطابعات طبعا مدعومة من الـ Windows بتنزل طبعا الـ printer drivers built-in مع الـ Windows يا شباب بتقدر تعمل لبس update وبينزل معاك على الطول شوف برضو عندي بتقدر طبعا أنك من خلال الـ disk يا شباب أنك أنت تنزل عندك الطابعة يعني أنا من خلال الـ CD أو أني أنا أعمل لـ download هذا كله إحنا راح نتعرف عليه بالعمل إن شاء الله بالنسبة للبرامج هذه يا شباب برضو راح عرفكم عليها إن شاء الله عملي وهذا الخيارات برضو كلها راح عرفكم عليها عمليا بس بوقتها يا شباب عشان أنتوا تلموا كل الموضوع ما يكون عندكم تشتت في الموضوع أنا بحب المحاضرة العملية راح تندورفوها راح يصير في ضغط شديد عليكم بس راح تستفيدوا فيها بأكبر قدر ممكن لأن راح تلم كل الموضوع كذا أنت ما راح تقدر تنسى شيء إن شاء الله لاحظوا معايا يا شباب عملية الـ sharing printers لاحظوا لما تعمل sharing للبرينترز راح تظهر معك بهذا الشكل تمام وكيف إحنا بنعملها راح أفرجيكم وراح أفرجيكم كيف تعملوا manage أيضا للبرينتر تحط يوزر معينين يعملوا printer بس ما تسمح لأي حدا يجي يعمل print ممكن بس يعمل print ما يعمل تعديل فيها فهذه كلها راح نعمل لإلها إن شاء الله من خلال الـ configuring and using share printer من هنا يا شباب تقدر أنت تضيف طبعا secure a share printer إنك أنت تعمل في يعني من ضمنها في features معين أنك تطبق security عليها شايفين هذي عندي طابعة سامسونج أنا من هنا ممكن أحط مجموعة معينة group يعني أجل أسوي group group واحدة وأضف فيها من يا شباب أضف فيها مثلا 5-6 user وكلهم أنتوا إلكوا الطابعة هذه يا شباب تطبعوا فيها وgroup ثانية لطابعة ثانية وgroup ثالثة لطابعة ثالثة على حسب الـ design وهذا إحنا راح نتعرف عليه إن شاء الله وتعرفوا طبعا أنتوا كيف تتعاملوا معها طب لو في يوزر حب يلعب في الطابعة تقدر من خلال الـ audit looks تكتشف من هذا اليوزر طيب أنا بدي أمنع اليوزر إنه يدخل عندي على الطابعة من خلال يوزر authentication هل هذا اليوزر مصرح لإلى يدخل على الطابعة ويعمل print ولا لا فهذا كله إحنا راح إن شاء الله نغطي من ناحية شباب network scan services طبعا الخدمات اللي عندي بقدر إن أنا أبعت scan to email يعني بقدر إن أنا أسحب scan والscan هذا يا شباب أبعت email فورا digital format وأيضا الscan مستخدم معي شباب protocol اللي هو المسؤول عن عملية الشيرد فهذا البرتوكول لشباب يعني صراحة من أهم من أهم البرتوكولات المستخدمة معايا في عملية الشيرد فولدر ووصول إلى الطابعة فخلوا بالكم إن لو هذا البرتوكول لشباب قفل يعني لو هذا البرتوكول كان مقفول عندي أو معطل ما بقدر أوصل له ليه لأن أنا بوصل من خلال الإي بي وبوصل من خلال الباث باستخدام بروتوكول الأس أم بي تمام في عملية البرتوكول ثاني اسم الـ NFS طبعا هذا مستخدم مع Linux هذا مستخدم مع Windows راح نتكلم فيهن إن شاء الله يعني بالتفصيل إن شاء الله ما حد يقتلك أبدا يا شباب شوفوا معي عملية الـ Configure يا شباب هذي برضو إحنا راح نتعرف عليها كيف إحنا نزبط إعدادات الطابعة كيف إنت تتأكد هل الطابعة عندك شغالة في عندك إنت ورقة تست ورقة التست هذي لازم تتنعمل يا شباب أول ما تركب الطابعة أو أول أنت ما تغير الحبر للطابعة وتغير الخراطيش بتاعتها ففي عندك إنت لازم تطبع ورقة تست تشوف جودة الحبر تشوف مدى الحبر عندك فلازم تطلع كويس على هذا الموضوع يا شباب عشان أنا أقدر أغطيه زي طابعات الإبسون في إلها نظام معين بتقدر تفتحها من خلال الويب سايت وتقدر تفتحها من خلال البرنامج الخاص فيها برضو هذي إحنا راح نشوفها إن شاء الله أنا عندي طابعة وأنا راح أفرجيكم عليها إن شاء الله تقدر طبعا يا شباب تشوف من ناحية البرينتر منتيننس اللي هي الصيانة تتبع طبعا الدكومنتيشن بتاع الطابعة ممكن أنت تنظف طبعا الكليننج برينتر اللي هي طبعا الخراطيش بتاعات الحبر برضو ممكن إنها تتعرض يا شباب إلى تلوث فأنت لازم تنظفها لأن زي ما كنت لكم عن الطابعات اللي بتكون بعملية رش الحبر على الورق هي معرضة يعني زي ما سموها للإكتساخ وللمشاكل أكثر لإلا إن الحبر ممكن إنه يفيض عندك على الطابعة في الداخل فهذي بتسبب لك مشاكل كثيرة صراحة ممكن يصير فيه طراطيش من الحبر بينما الليزر لا ما في هذا الكلام أبدا الليزر أفضل بكثير فعملية الصيانة بندك أنت تتبع التعليمات بتاعات الشركة المصنة على الطابعة نفسها هذي ورقة التست يا شباب زي ما أنتم شايفينها بتعطيك جودة الحبر عندك وكم متبق معاك في الطابعة حبر صراحة هذي مهمة جدا تبعت البرينت رزوت اللي هي نتيجة الطابعة عندنا لأن هذي بيسموها يا شباب التست بيتش تمام؟ يعني ورقة الفحص بتاعة الطابعة أو اختبار الطابعة فبتهمك كثير هذه يا شباب أنك تسويها كثير كثير مهمة يعني أنك أنت تشوف طبعا الجودة بتاعة الحبر خصوصا بعد التركيب هل الأمور سليمة؟ ولا لا هل التعريف سليم؟ تبعي install driver طابعة سليم ولا لا لأن من الممكن يا شباب driver الطابعة يخرب لك الدنيا على فكرة الطابعة تشتغل بس أصير يطبع لك بالمقلوب وهذي حصلت يعني وأنا شفتها معايا شوفوا معايا يا شباب هنا طبعا من ناحية البرنتر maintenance kits اللي هي الأدوات طبعا زي ما أنتوا عارفين في عندي أنا على حسب عندي الHP Color Laser راحوا عندي هنا بيتم طباعة 4600 برنتر هذه طبعا 4600 برنتر هذه لقمة طابعة تطبع معاك حد 120 ألف بيجز مثلا أنا كنت لكم في السابق 1500 كمثال بعدها أنت لازم تطرع هنا عندك أنت 150 ألف بيجز يعني 150 ألف صفحة تطبع معاك الطابعة اللي هي 4600 برنتر هذا الطابعات الليزر طابعات العادية ممكن تطبع معاك لحد 9000 صفحة أو لحد 8000 صفحة على حسب نوع الطابعة شباب أنت لازم تطرع برضو على المعلومات هاي هذه المعلومات وين بلقيها؟ في موقع الشركة بتاع الطابعة أو في الدكيومنتيشن بتاع الطابعة لما يخلص معاك هذا الحد يا شباب ابن الورق فلازم تغير أنت الخرطيش وتبدأ تبدل فيها لأنها بتكون خلص فأنت لازم تبدل لازم تغير لازم تعمل طبعا المنتيننس بتاع الطابعة لازم تهتم كثير في هذه المعلومات يا شباب لأن في ناس كثير بتهمل وبصير في أعطال في الطابعة وللأسف ما بيكون عارف يعني هذه المعلومات عشان طبعا برضو يا شباب نضبط الإعدادات ونشوف الدنيا معاي تقدر من خلال الشاشة اللي هي على الطابعة نفسها أو من خلال البرنامج بتاع الطابعة باستخدام طبعا الانفورميشن الطابعة الطابعة يعني الستيتوس بتاعتها بتعطيك الحالة كم ورقة طبعت كم كم بتتبقي من الحبر هل صار عندك مشاكل كل هذه الأمور رح أدخلكم عليها ان شاء الله على الطابعة اللي عندي واشرحلكم إياها عمليا علشان نلم الموضوع أكثر من الكلام بس النظري هذي شباب برضو عملية التفكيك للطابعات صراحة هذي طابعات ضخمة يعني هنا بعد 1500 صفحة عفوا نف 500 صفحة نعم قاموا بعملية طبعا تغيير الخرطوش بالكامل علشان بعض الخرطوش طبعا بتتعم معك بس لحد 1500 صفحة والخرطوش يا شباب هي اللي بتحدد عدد الصفحات اللي بتنطبع فبيبدأ طبعا هنا يغيرك فيها وبرجع بقولكم اتبعوا بتاع التغيير والفك والتركيب طبعا هنا عشان انت تبدأ يا شباب في العمل الصحيح للطابعة لازم تتبع الاستراتيجية المعينة انك انت اول حاجة لازم تتأكد هل مشكلة عندك خاردوير ولا سوفتوير هل المشكلة من الويندوز هل المشكلة من الطابعة نفسها هل المشكلة عندك في كوابل الشبكة ممكن ممكن تكون انت مشكلة في كابل اليو اس بي كل هذا انت لازم تطلع عليه ما تيجي بس بشكل عشوائي لا امسك ورقة وكلام وبدأ احدد عندك المشكلة بالضبط بطوان ماشي عشان انت مضل تلف وتدور ويضيع وقتك وانت الساعة مش عارف تحدد المشكلة فبامكانكم تتبعوا هذا طبعا يا شباب الجدول الطريق هذه وبامكانكم بالاضافة الى ذلك يا شباب برضو انك خلي بالك انك انت تنشئ خريطة بنفسك بدل من انك تعتمد على هذا الخريطة اللي طبعا موجودة معنا هذا الشيء بيرجع عليك انت على حسب انت كيف بتحب وكيف يعني بتفكر في استكشاف الاخضاء واحظوا برضو عندي من هنا يا شباب بامكانك انت تستكشف الطابعة هل هي متصلة بالشبكة في رد من الطابعة يعني بعمل بينك في رد ممكن تكون في مشكلة في السيرفيس نفسها متوقفة ممكن تكون عالقة عندي هنا لازم تكنسلها فهذا كله احنا راح نشوفها ان شاء الله ولا تنسى الويندوز تستبيج يعني عشان تتأكد ان الطابعة فعلا تطبع معك السيرفيس هذه راح اعرفكم عليها ان شاء الله يا شباب في الكورتوب اكثر من كده هنا برضو لو المشكلة بتتعلق طبعا في الكونكتيفتي وفي النيتورك برينتر لازم طبعا تتبع انت اول حاجة تتشيك نتورك كونكتيفتي تتأكد من الريس ديفايس تعمل فيريفاي برينتر ستيتوس تتأكد من الطابعة انها شيرينج والسيتنج بتاعتها شغالة تتأكد من الابديت برينتر ديفايس تتأكد من الفايرول وتتأكد ايضا للآي بي وتتأكد باستخدام طبعا امر البيك هذه كلها يا شباب يجب كنت لكم يعني انت خدتوها بالشبكات ستلازم طبعا تتأكدوا منها في برضو عندي هنا باستخدام طبعا الابليكيشن بتاعت طابعة يا شباب بيعطيك لبرينتر برينتر كواليتي بيعطيك لكواليتي بتاعتها وبيعطيك بالإضافة لذلك يا شباب الجودة تنحبر وكم ورقة طبعات هل في عندك فيلد حصل بالطابعة او لا هذه كتلخيص كامل يا شباب للطابعة بالشكل التفصيلي اللي احنا تكلمنا عنها ان شاء الله تعالى رح عطيكم عملي اكثر بكثير ان شاء الله في المحاضرة القادمة يوم لحد وبكذا يا شباب بيكون ختمنا احنا المديول العاشر في الكور 1 وبهذا الشكل بيكون احنا ختمنا الكور 1 بالكامل ان شاء الله في المحاضرة الجاية ان شاء الله بيكون لنا بس التطبيق العملي وبعدها ان شاء الله مدخل بالكور 2 اللي هو صراحة ألذ بكثير من الكور 1 فيه شغلات كثيرة جميلة في الكور 2 رح يعني تنبسط فيها اكثر خصوصا لما تشتغلوا على ويندو السيرفر والسيكوريتي وهذه الامور ان شاء الله الله يعطيكم العافية يا شباب جميعا وان شاء الله نلقاكم بيوم الاحد باذن الله تعالى الله يعطيكم العافية جميعا يا شباب اشتركوا في القناة